بظل التعقيدات التي تطبع المشهد السياسي على مر أشهر منذ بداية الحراكة والتي كانت حجرة عثرة في سبيل الوصول إلى توافقات أطلقت أحزاب الناشطة في الساحة السياسية نداء للحراكيين بالجلوس على طاولة الحوار لتجاوز الأزمة يجب أن يخرج الحراك من الاستقطاب الإيديولوجي ومن الاستقطاب السياسي والعرقي الحراك من أجل دعم حوار حضار جاد ومسؤول يساعد على انتقال الديمقراطي إذا الحراك استمر بهذا التحضر واستمر بهذه الإيجابية واستمر بهذه القوة واستمر بهذا الأسلوب الحضاري فسيكون ضاغطا علينا نحن كطبقة سياسية وضاغطا كذلك عن نظام السياسي وحسب مراقبين فإن المؤشرات الإيجابية التي تظهرها السلطة في مقدمتها إطلاق صراح بعض معتقلية رأية سيكون لها دور في استعادة الثقة التي قد تساعد في انفراج الأزمة الرئيس الجمهورية ربما قدم بعض التطمينات والضامنات والإشارات القوية لربما تدخل في سياق نسق سياسي جديد يبنى على الحوار ليس التفاوض أقول يبنى على الحوار كآلية سياسية ربما نخرج بها بعدة حلول للجميع وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد يتوجب حسب مراقبين انخراط الحراك في عملية الحوار كخيار أو حد يساعد في عملية الانتقال الديمقراطي السلس